أهلا بيكو حادثة القطر مبارح في اليوب ووزارة الصحة نزل البيان قد ترخرها خلينا نشوف كده جزء من البيان وهي بتتكلم على عدد القتلة وعدد الضحايا أيضا نشوف ووزارة الصحة قالت ايه؟ الحصيلة قالت ان فيه اربع قتلة وعدد اصابة 23 اخرين في حالة خطار اليوب وقالت ان تم نقل 18 مصاب لمستشفى اليوب و3 مصابين للاناطر الخيرية الحقيقة الخبر كان مثار اهتمام وكالات الانباء العالمية مواقع اجنبية كتير جدا اتكلمت عن الحادثة اللي حصلت امبارح وعن الضحايا خلينا نشوف مجموعة كده من عنوين الصخف العالمية اللي تناولت حادثة اليوب امبارح بالليل اسوشياتي بريس قالت ان فيه قطر استضام في مصر او حادثة في مصر مقتل 2 وجرح 16 واحد واشنطن بوست ايضا نقلت عن اسوشياتي بريس نفس العنوان والتقرير سين ان ايضا قالت ان فيه اثنين ماتوا 16 مصاب فيه استضام قطرين في مصر قال فيه خبر تاني من فرنسا 24 ايضا قالت انه فيه اربعة ماتوا فيه اخر حادثات تصادم قطرات في مصر يبقى اذا دي كانت مجموعة من الاخبار والتقارير الاجنبية عن حادثة القطر مبارح ربنا ارحم اللي ماتوا ويصبر الاهليهم ويشفي المرضى تعالوا نشوف مجموعة من الصور من مشاهد القطر مبارح مبارح كنا معاكم لايف وقت حدوث الحادثة عرضنا لحضراتكم مجموعة من الصور لكن اكيد طبعا انتشرت يعني مجموعة من الصور الاخرى مشاهد لفرق امنية لمحاولات لانهما ينقذوا الناس اللي كانوا جوا لكن الحقيقة واضح انه فيه حالة يعني غضب مش بس في المجتمع لكن على مستوى مجلس النواب كمان مجلس النواب واضح انه شايف انه لا كان فيه يعني مسؤولين وكان فيه ناس المفروض يعني يمنعوا حوادث كهذه وبالتالي فيه طلب احاطة للنائب فريدي او فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عمل طلب احاطة بيانة عاجل لمجلس النواب موجه ضد رئيس الوزراء وزير النقل وقال انه الناس فجعت بحادثة القطار اللي خرج عن القطبان ويأتي هذا الحادث استمرار لمسلسل الاهمال في السكة الحديد وهو ملحوظ بصفة خاصة في القطارات اللي بتخدم الفقراء وانا هنا عايز اقف شوية شوفوا اخر سطر كده مكتوب في ايه وهو ملحوظ بصفة خاصة في القطارات التي تخدم الفقراء يعني حتى نواب البرلمان اللي هما اصلا الناس بتقول ان هما المخابرات اللي جايباهم بدأوا يتكلموا بنفس الكلام اللي انتوا بتقولوه اللي بتدخلوا معايا في الاتصالات هنا بتقولوهولي او بتكتبوهولي في الرسائل او بتعلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيه ان الحكومة الحوادث دي بتحصل في قطارات الفقراء طب تعالوا نكمل كده اللي النائب فريدي البيضي ده بيقولوه لان الجزء الجاي مهم اوي قال ايه في الجزء الجاي قال من غير المقبول ابدا ان تنفق الحكومة ووزارة النقل تريليونات على قطارات لن يركبها سوى نخبة قليلة بينما دماء المواطنين تنزف على قطبان السك الحديد ولا يحتاج الامر سوى بضعة ملايين لتطوير المنظومة وحماية ارواحهم متسائلا من المسؤول عن هذا الاهمال وماذا تم لمحاسبته نسيب الصورة بقى على الشاشة لان كل كلمة في الجزء المكتوب قدام حضراتكو ده مهمة جدا هنا الراجل بيتكلم على انه مش مقبول ان الحكومة تنفق فلوس وتريليونات على المونوريل والمنوبل والمش عارف ايه في اطارات او قطارات مش هيركبها غير النخبة طيب بينما ايه بقى دماء المواطنين تنزف على قطبان السك الحديد الله يعني نواب البرلمان المخابرات جايباهم عارفين ان كامير الوزير وعبدالفتاح السيسي بيصرفوا تريليونات على اللقطة على الشو بتاع المونوريل وسيبين الناس دماء بيسيل على القطبان لان دي قطارات الفقراء مش كده طيب بيقول ايه بقى كمان وده السؤال اللي احنا بنسأله النهاردة من المسؤول عن هذا الاهمال وماذا تم لمحاسبته هل يستقيل كامل الوزير بعد حادث قطار قليوب ام لا هو ده السؤال اللي بنسأله النهاردة بعدين بيكمل وبيقول لا يوجد مسؤول خارج دائرة الحساب بل والمحاكمة اذا ثبت تقصيره لذا اطالب بتقديم طلب الاحاطة بصفة عاجلة الى رئيس الوزراء ووزير النقل ومناقشته في حضورهم في الجلسة العامة او اللجنة المختصة ايوم اقرب حلوة او الكلمة الاولى دي يا سيادة النائب لا يوجد مسؤول خارج دائرة الحساب بل والمحاكمة اذا ثبت تقصيره ما هو ده اللي انا كنت بحكي لك عنه مبارح في اليونان واسبانيا مش كده مش ده اللي كنت بقوله لك مبارح في اليونان واسبانيا ان المسؤولين استقالوا واعتذروا وتحملوا المسؤولية واحدة عشان قضية اطبان او عربات غير مطابقة للموصفات والتاني عشان حد سمات فيها 57 احنا الباشا اللي عندنا اكبر يا جماعة من القطارات الباشا اللي عندنا ما ينفعش حد يقرب له الباشا اللي عندنا كامل بيه الوزير ده دراعي السيسي اليمين ده راجل على رأسه مش ريشة ده على رأسه ردبة فريق ما يموت الناس ما تخبطوا القطارات في بعض ايه المشكلة الله